والآن هو يتعهد بأنه سيصبح هو وزيرا للداخلية إذا ما فاز كمال كليتش دارغلو وأول شيء سيقوم بعمله هو سحب الجنسية من جميع المجنسين ويقول عن أنه تم يعني إعطاء الجنسية التركية لهؤلاء ولكن بشكل غير قانوني لذلك سأقوم بسحبها فيها البداية يقول سأقوم بمراجعة ملفات المجنسين ملف ملف وفيها النهاية يتعهد بأنه سيقوم بسحب الجنسية من جميع المجنسين هكذا تحدث أميت أسدا بشكل وصف من قبل الأتراك بأنه عنصري بل هناك الآن بعض من الفعليات والتظاهرات التي خرجت أمام مقار حزب الشعب الجمهوري وبالتحديد في أنقرة من قبل نشطاء حقوقيين لينتقدوا وليعبروا عن رفضهم وغضبهم من أقوال حزب الشعب الجمهوري في الأولى الأخيرة ويصفونها بأنها تصريحات عنصرية وغير إنسانية بالمرة واللاعب بورقة اللاجئين هذا الأمر غير إنساني بالمرة بل تحدث الشعب التركي بأنه حينما تم اللعب بهذه الورقة من قبل أميت أسدا بعد أن كان عضوا برلمانيا عن حزب الإي بارتي فيها لانتخابات الأخيرة يمكن كان هو منضمن لحزب المهي بي الحركة القومية ثم بعد ذلك انشقة عن حزب المهي بي وذهب مع ميرال أكشنار في حزب الإي بارتي سي جراء دعم دولة بهتش لهذا رجل المحترم الفاضل لرجل طيب أردوغان ذهب إلى ميرال أكشنار وفي النهاية انسحب أيضا وانشقة من الحزب وانشأ حزبا جديدا وحزب الزفر بارتي سي الآن هو يهاجم اللاجئين السوريين ويتحدث بشكل وصف من قبل الأتراك بالعنصري موسيقى